مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم بلال الواسكا في موضوع تقني يخص كوبرا نيت في هذا الفيديو سوف أشرح بعض طرق لحل مشكلة فصل تسجيل دخول بلاي ستيشن نيتورك على الحساب الخاص بك بطرق سهلة وبسيطة لكن هذه الطريقة تصلح فقط إذا كان المشكل من إعدادات البلاي ستيشن الخاص بك أو من إعدادات الحساب الخاص بك أما إذا كان المشكل في الأصل من الحساب حيث أنك قمت بعمل بعض الجريتشات في يوم من الأيام أو خالفت القوانين الخاصة بالبلاي ستيشن وحسابك تعرض للحضر فللأسف لن تستطيع حل هذا المشكل ويجب عليك التواصل مع فريق الدعم الفني الخاص بموقع البلاي ستيشن لكي تتمكن من إسترجاع حسابك وبدو الإطالة أكثر فلنبدأ أول خطوة سوف تقوم بها قبل البداية في الشرح وهي ضرورية سوف تعيد تشغيل البلاي ستيشن الخاص بك وأيضا تعيد تشغيل الروتر بعد ذلك سوف تطبق معي الخطوات التالية سوف تتوجه إلى إعدادات الخاصة بالبلاي ستيشن الخاص بك بعد ذلك ومن إدارة الحساب سوف تقوم بإعادة تسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بك عبر الضغط على تسجيل الخروج ثم تعيد تسجيل الدخول من جديد وفي حالة ما كان يعطيك مشكل في تسجيل الدخول في الحساب فتأكد أنك قمت بعمل تحديد إلى آخر إصدار على البلايستيشن الخاص بك فلن تتمكن من تسجيل الدخول لحسابك البلايستيشن نيتورك على البلايستيشن الخاص بك إذا كان البلايستيشن غير محدد ولكي تقوم بعمل تحديد سوف تتوجه إلى تحديد برمجيات النظام ويجب أن يكون الجهاز الخاص بك متصب الأنترنت وتقوم بتحديد الجهاز إلى آخر إصدار كما تشاهد معي فجهازي محدد إلى آخر إصدار وفي حالة ما كان جهازك محدد وما زلت تعاني من مشكلة تشجيل الدخول بليستيشن نيتورك سوف تتوجه إلى إعدادات الشبكة بعد ذلك سوف تختار الخيار الثاني ثم تستخدم نوع الشبكة التي تستخدمها سواء واي فاي أو كيبل بعد ذلك تختار مخصص سوف أقوم بربط الاتصال بالواي فاي الخاص به ثم هنا في إعدادات الـ IP سوف تتركها تلقائي بعد ذلك أيضا الـ CP تتركها لا تحدد بعد ذلك الـ DNS تختار يدوي وهنا سوف تختار الـ DNS يفضل أن تقوم بإدخال 1.1.1 وفي الخيار الثاني 1.0.0.1 بعد ذلك تضغط على التالي وفي إعدادات الـ MTU سوف تختار يدوي وتقوم بوضع القيمة المناسبة للشبكة الخاصة بك طبعا قمت بشرح فيديو لطريقة إيجاد الـ MTU الخاص بالشبكة الخاصة بك يوجد في القناة وإذا كنت لا تعرف الـ MTU الخاص بالشبكة الخاصة بك يمكنك أن تترك هذا الخيار تلقائي بعد ذلك الوكيل تختار لا تستخدم ثم تقوم باختبار الأنترنت الخاص بك وغالبا في هذه المرحلة يتم تسجيل الدخول بنجاح عبر الحساب الخاص بك إذا كنت محدد الجهاز الخاص بك إلى آخر إصدار والحساب الخاص بك ليس به أي مشكلة ننتظر حتى يتم إكمال العملية وفي حالة ما قمت بتجربة كل هذه الخطوات ولم تنجح معك الطريقة سوف تتوجه معي إلى الخطوة التالية وهي سوف نقوم بعمل إعادة ضبط قاعدة البيانات للبليستيشن الخاص بك وطبعا طريقة إعادة ضبط قاعدة البيانات هي سهلة وبسيطة كل ما عليك سوى إيقاف تشغيل البليستيشن الخاص بك بعد ذلك سوف تضغط بالسمرار على زر التشغيل وتنتظر تقريبا إلى 7 ثواني وأن تضغط على الزر حتى تسمع الرنة التانية وعند سماع الرنة التانية تقوم بربط يد التحكم مع البليستيشن الخاص بك سوف تظهر معك الواجهة الخاصة بالسيف مود تقوم بالضغط على زر PS الموجود في وسط يد التحكم بعد ذلك سوف تظهر معك قائمة السيف مود سوف تقوم باختيار الخيار الخامس Rebuild Database أو إعادة إنشاء قاعدة البيانات إذا كان جهازك به اللغة العربية وسوف يتم إعادة إنشاء قاعدة البيانات الخاصة بك ولن يقوم الجهاز الخاص بك بعمل فورمات أو أي شيء بهذا القبيل سوف تجد أن كل شيء بقي كما كان ثم تقوم بتجربة الحساب الخاص بك إذا اشتغل فمبروك وإذا لم يشتغل معك أيضا تابع معي الخطوة التالية والتي سوف نحتاج فيها ضبط بعض الإعدادات على الحساب الخاص بك انطلاقا من موقع البليستيشن وسوف تقوم بتسجيل الدخول بالحساب الخاص بك انطلاقا من الموقع الرسمي الخاص ببليستيشن بعد ذلك سوف تضغط على أكاونت سيتينغز ننتظر حتى يتم اكتمال تحميل الصفحة بعد ذلك ومن القائمة المتواجدة في يسار الشاشة سوف تختار PSN Privacy Settings بعد ذلك ومن هذه الخيارات سوف تقوم بتحويل جميع الخيارات إلى نوان سوف أبدأ مع قائمة Game Media ثم Friends وأيضا Personal Info سوف تقوم بتحويل جميع الخصوصيات إلى نوان سوف أقوم بتسريح الفيديو حتى أنتهي من جميع الخطوات سوف تقوم بتحويل جميع الخطوات وبعد الانتهاء سوف تعيد تسجيل الدخول بالحساب الخاص بك على البلايستيشن وسوف يحل معك المشكل وإذا جربت كل هذه الخطوات وما زال يظهر معك مشكل فشل تسجيل الدخول في البلايستيشن نيتورك فالحساب الخاص بك به مشكل ويجب عليك التكلم مع فريق الدعم التقني للبلايستيشن ويمكنهم أن يساعدوك إذا اشتغلت معك أحد هذه الخطوات لا تنسى أن تقوم بعمل تعليق وتترك لايك على هذا الفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس لكي تتوصل دائما بالجديد كان معكم بلال من قناة بلال أواصكا وإلى اللقاء اشترك في القناة وفعل زر الجرس لكي تتوصل دائما بالجديد اشترك في القناة وفعل زر الجرس لكي تتوصل دائما بالجديد اشترك في القناة وفعل زر الجرس لكي تتوصل دائما بالجديد